اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اكد ان متابعة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لسباق الشرق الأوسط للرجل الحديدي يؤكد الاهتمام البالغ من قبل جلالته للارتقاء بالحركة الرياضية البحرينية وتعزيز مكانة البحرين على خارطة الدول العالمية كونها جاذبا للبطولات الرياضية والمكان المفضل لإقامة مختلف الفعاليات الرياضية مشيرا إلى أن وجود جلالة الملك المفدة في بطولة الرجل الحديدي وحرص جلالته على تتويج الفائزين يمثل النجاح الأكبر للبطولة ووصولها للأهداف التي وجدت من أجلها في دعم توجيهات البحرين نحو التحول إلى صناعة الرياضة والترفيه الرياضي وأكد سموه أن الرياضة البحرينية تسير في الطريق السليم الذي يتوافق مع الرؤية الملكية السامية والتي جعلت البحرين تحاقق العديد من الإنجازات في العصر الذهبي وبات سمو المملكة يرتفع عاليا في العديد من المحافل الدولية وأصبحت البحرين محط ثقة كبيرة من قبل مختلف الاتحادات الرياضية والمؤسسات في إسناد تنظيم البطولات الرياضية للمملكة وعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره البالغ لاهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلان نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وحرص سموه على حضور الحفل الختامي للبطولة وتكريم الفائزين في السباق مشيرا سموه إلى أن تتويج سمو ولي العهد يؤكد الدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة البحرينية من قبل سموه واهتمامه بأن تكون البحرين دائما في طليعة الدول الجاذبة للبطولات الرياضية بما يساهم في الترويج للبحرين ومنجزاتها الحضارية والتنموية في مختلف المجالات وأضاف سموه الشيخ ناصر بن حمد أن تتويج سمو ولي العهد الأمين للفائزين في السباق ساهم في تسليط الضوء على البطولة وتحقيقها للأهداف التي وجدت من أجلها باعتبارها موطنا لرياضة الراجل الحديدي في الشرق الأوسط والقبلة المفضلة لإقامة بطولات الترايثلون في المنطقة وأشار سموه إلى أن المملكة باتت محطة مهمة من محطات رياضة الرجل الحديدي بالعالم لكونها أرست دعائم قوية لهذه الرياضة بالمنطقة وسجلت حضورا لافتا في ميادينها مؤكدا سموه ثقته الكاملة باللجنة المنظمة للبطولة واللجان العاملة في إظهار الصورة الطيبة لكافة مراحل المنافسات وتحقيق النجاح التنظيمي المشرف الذي يعكس قدرة أبناء المملكة المشهودة وبين سموه أن بطولة الرجل الحديدي والمشاركة الكبيرة التي حظيت بها تشكل فرصة حقيقية للتنافس مع اللاعبين الأبطال من مختلف دول العالم واكتساب المزيد من الخبرات بفضل الاحتكاك مشيرا سموه إلى أهمية هذه البطولة على صعيد المشاركة والسعي إلى تحقيق أفضل النتائج الممكنة وأثنى سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خريفة على الجهود الكبيرة المبذولة من قبل اللجنة المنظمة التي تهدف إلى تحقيق النجاح المطلوب لهذه الفعالية على أرض البحرين مشيرا سموه إلى أن الطاقات الشبابية البحرينية تمثل عنصرا من عناصر النجاح المعتمدة دائما في مثل هذه البطولات وعرب سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خريفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية والشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عن تقديره للدور البارز الذي لعبته الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة تجاه بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي التي أقيمت في البحرين